موسيقى لما نكون هم نعمل دايت شو هن المأكلات يلي لازم يكونوا حولينا يعني اذا فتحنا البراد بالبراد اذا جينا عالشغل نكون جايبينهم معنا اذا بالسيارة دايما يكونوا معنا صباح الخير نتالي صباح الخير اشتفاني موضوع مهم لان اوقات ما نعرف شو بنا نجيب معنا وشو الاكلات يلي بقيته وبيفيده وقدي الكالوريات منهم كتير عليين اوقات واحد بيقول ما لازم نأكل كمانة كتير خضرة لانه اذا كترنا الكمية تكبر معدتنا بس الخضرة مهمة بالنهاية ستيفاني يعني نحنا وقت اللي منقول وقت اللي بدنا نخفف وزن اهم شي انه نكون عم نخفف من السعرات الحرارية بس تخفيف السعرات الحرارية مش يعني كل النهار نأكل خس نعم متل ما كنت عم تقولي انه نعبي معدتنا خس ونعبي معدتنا يمكن نفس المأكلات يعني دايما انا خيار خيار بنادورة خس خيار بنادورة خس اليوم بدي احكي عن غير انواع من الخضرة يمكن شوي تابوم نخاف منها ممكن انه نتني ولا خلين الدايت لانه فيه ناس بيقولوا ما تكلوا جزار لانه فيه كتير سكر رح احكي عن الجزار رح احكي اليوم عن خضرة او بعض انواع من النباتات الي نحنا يمكن مش معاودين عليها واللي مهم انه ندخلها بنظامنا الغذائي كرميلتا نقدر نضل عم ندخل مش بس قليف تنشبع ولكن كمان فيتامينات جسمنا بحاجة الى كرميلتا نحرق السعرات الحرارية اللي عادة احنا بهمنا انه نحرقها ونحنا بيعاج الى هالانواع من الفيتامينات نعم بلش اول شي بل كنت عم تحكي عن الجزار استفاني اكيد الجزار هو من المأكلات اللي الناس بتخاف منها لانه فيها نشويات زيادة فيها سكر فيها سكر هي مين لي كاربس اكتر من ما تكون سكر لانه تعمتها حلوة عنا تندانس انه نتجنبها نفس الشي للشمندر ومنشبهن دايما بالبطاطا بين البطاطا والجزار والشمندر يعني صبتية دايما بصبت لا فرما هذا تفكيرنا دايما مظبوط بين الجزار والبطاطا والشمندر انت برأيك اي نوع من هالخضرة هاي اكتر شي فيه نسبتنا شويات نشويات يعني نسأل كمان المشاهدين اكيد البطاطا فيها نسبة نشويات اكتر من الشمندر والجزار البطاطا فيها حوالها نص كوب من البطاطا المسلوقة فيها حوالها 15 جرام من الكاربز او من النشويات بينما الشمندر والجزار فيه نص الكمية نحن اذا اخدنا نص كوب من الجزار منكون عم ناخد حوالها بين الستة والثمين جرامات من الكاربوهايدريت يعني تقريبا نص الكمية من الكاربز اللي عادة موجودة بالبطاطا الجزار والشمندر هلأ صار بلش يصير يمكن موسم شمندر اصلا متوجد الجزار والشمندر دايما بالمحلات عند الخضر جيه دونك اللي لازم نعمله انه ما لازم نخاف من الشمندر ما لازم نخاف من الجزار فينا ناخد مثلا وقت اللي بنا نعمل سلطة بدل ما نحط خس كل الوقت خس بنا دور اخيار فينا ندخل شمندر ولازم نعرف شغلي وانا سبق وحكيت عنه انه الشمندر والجزار كمان هن من الخضراء اللي بيحتوه على نسبة نيترات اعلى من غيره وشو هدف النيترات ما نخاف من نيترات من كمية النيترات اللي موجودة بالشاركوتري ولكن كمية كافية تتساعد الاشخاص اللي عندهم ضغط عالي انه ببعض الاحيان على المدى الطويل انه تلين من شرايين اللي هي بالنهاية ممكن انه تسبب بارتفاع الضغط شمندر هو من الخضراء اللي لازم ندخلها بنظامنا الغذائي خاصة اذا كنا عم نعمل دايت لتخفيف الوزن الجزار نفس الشي هلأ الناس بتقول الجزار بس هو الاهم شي الكميات اللي بناكلها مش مش شو عم ناكل مظبوط مظبوط اذا بدنا ناخد شمندر خليها تكون دوب الكمية اللي مناخدها من البطاطا فيها تقريبا نفس كمية النشوية بنكون عم ناخد فيتامينات مختلفة عن الخاس والبندورة والخيار اللي هي فيتامين كا اللي هي كمان فيتامين اا وفيه كمان المادة اللي بتلون الشمندر اللي هي مادة مضادة للتأكسود مهمة جدا الجزار اكيد كل الناس بتعرف قدي مهم لل للنظر وكمان الجزار والشمندر فيه نسبة أليف أعلى من البطاطا يعني نحنا وقت اللي ناكل نفس الكمية من الشمندر او من البطاطا منكون عم ناخد دوب كمية الالييف ونحنا منعرف انه منفتش عليهم للالييف طي يساعدونا انه اكيد نشبع بالنهاية سو ما نخاف من الجزار ما نخاف من الشمندر هلأ هوني الاشخاص اللي عندهم سكري اكيد لازم ينتبهوا على كمية النشوية اللي عم يخدوها بس هيدا ما بيعني انه لازم يمتنعوا عن هالانواع من الخضار بنتقل هلأ كمية اللي فينا ناكلها يعني شمندر وحدة شمندر صغيرة وحدة شمندر قد تقريبا نصف راس بطاطا هي شوي مختلفة عن الفويكة منها نحسبها مثل يمكن الخضرة او الخضرة اللي اغنى من غيرها يعني اكيد الشمندر فيها كاربز اكتر من الخاص بس بالنهاية نحنا منقدر المهم انه ندوزن الكمية ونقدر نوع من اختيار الخضرة اللي نحنا عم ناكلاتها نستفيد بالنهاية ما نضل على نفس الاشياء الكمية اللي فينا يعني راس صغيرة من الشمندر بدل نصف راس بطاطا هيدا بعتقد فيه كتير ناس رح ينبسطو هلأ اللي بيحبوه الشمندر وشغلي قبل ما انسى الشمندر اللي بناكلو منه شمندر السكر اللي بيستخرجوا منه السكر مشان هيك فيها التبوع على الشمندر فيه يمكن لغط بهالموضوع هيدا خلق للسلق السلق هو من الخضرة الورائية اللي بعد فيها نسبة سعرات حرارية اقل مبدئيا السلق هو نوعين فيه النوع اللي نحنا نتناوله اكتر شي هون بلبنان اللي التيج تبعيته بيضاء بيضاء وفيه كمان للاشخاص اللي عايشين ببلاد اوروبا وامريكا ممكن انه يلاقوا السلق اللي تيج تبعيته حمراء على السلق من نفس العيلة من الشمندر صحيح نحنا نأكل الورق نأكل ضلوع نعمل محشي سلق نتناوله كعدس بحامود مثلا كشوربة خاصة عم بتسقيع الدنيا بس كمان السلق فينا نتناوله كسلطة يعني خاصة اذا كانوا الورق صغار فينا ندخله بالسلطة تبعيتنا ونقطة أساسية بالسلق هي انه لكل كبية في حوالي عشرين سعر حرارية يعني تقريبا ماشي دونك فينا ناخد بس المشكلة بالسلق انه ما فينا نلقمش سلق وما فينا نحطه بالسلطة بلا فينا ندخله بالسلطة بدخل بالسلطة ايه بس انه اذا السلق بطري وبعده جديد وهيك بس ما فينا نلقمش سلق يعني صح انا كنت عم بحكي عن المأكلات اللي لازم ندخلها بالدايت واللي عادة مش ضروري نلقمش يعني هلأ عرفنا انه بتحب تلقمشي شو الهيين للواحد بس يجوع يعني حد شي بيتمه تا ما يحس بالجوع كنا عم نحكي عن الجزر الجزر ممكن انه يكون بديل للتلقمش وهلأ اموني نقطة بما انه عم تحكي عن التلقمش لازم نتعود ما نلقمش لانه الشخص اللي معودي لقمش هو شخص بده يضل معدته عم تشتغيل عم تفرز معودي انه دايما تشتغيل وهيدا الشخص وقت اللي ما بيكون فيه جزر او خضره حوالي اكيد بده ياخد اشياء فيها سعرات حرارية وهيدا بيؤدي لزيادة الوزن قصة تلقمش بدنا شوي نزيحها عجنب ونحاول انه ننظم نظامنا الغذائي منجوع اكيد مشان هيك اهمية الخضره اللي عم بحكي عنا اليوم دونك الخضره اللي عادة يمكن ما منفكر فيها ندخلها باكلنا على الوجبة الاساسية او حتى يمكن عشية كعشة ندخل السلق بعشينا ليش لا ان كان شربة او حتى سلطة وعم بتقولي انه نايمش طيب اذا كانت الورقة كتير كبيرة فينا نفرمها ونعملها ستيمد وشغلة مهمة هوني انه السلق وقت اللي نسلقه بيفقد من ايمته الغذائية دونك انا بشجع انه ما نسلق السلق على البخار نعمله على البخار نهرمو نحط له شوية حامض وزيت انا اكيدة انه السلطة اللي رح نعملها بالسلق تعطينا نكهة اضافية بتدخلنا عدد انواع من الفيتامينات خاصة مادة بتشبه الكاروتان اللي احنا بنعرفها اللي اسمها اليوتين اللي بتساعد وبتقوى النظر كمان وهيدي شغلة كتير من الاشخاص بيفقدوها لانه ما بيكونوا عم بياخدوا كمية يمكن خضرة منوعة خاصة نوقت اللي عم نحكي عن الخضرة الورائية الخضرة بعد هلنا ضيئة قبل ما اختم بدي احكي 40 seconds اوكي بدي احكي عن الكيل اكيد الكيل هو نوع من خضرة هلأ كتير اخد رهج صح هذه السنة عملنا شوربة بالكيل بس الكيل هو من عيلة الأرنبيت وعادة كمان عنا تناص انه نسلقه طعمته بتشبه كتير البروكولي طيب كتير بالسلطة واذا ناية تشبه شوي الركة صح بتشبه الركة واذا بنا نلقم الشي ناية ممكن انه ناخد هالنوع من الخضرة اللي فيه فيتامينات وكمان فيه مواد مضادة للتأكسود بتحارب بالسرطان خلينا ننوع باختيارنا الخضار واكيد نشبع وننبسط بالاكل اللي عم ناكله شكرا نتالي نجعل نشوفك بكرا على العلاج مشاهدينا وقفة وانتباعي اشتركوا في القناة